اشتركوا في القناة الفضيين وصراحة بعد ما جربت العطور او حقات الروائح المنزلية فعلا تريحك بدلا ما تشغل كل شوي الجمر وتولع النار وتحط لك البخور ولا العود هذه تريحك وانا صراحة استخدمت عندهم المنتج حقهم باتك فلب يعطيك نفس رائحة البخور اللهم انه بيكون البيت عندك طول اليوم ريحته بخور وعود وسيارتنا اليوم اكيد نستفتح هالموسم بافخم سيارة واعرق سيارة واجمل سيارة والسيارة الوحيدة اللي تكلمت عنها كم مرة انها هي السيارة الافضل قد تكون من وجهة نظري السيارة الوحيدة الكهربائية الى اليوم اللي تستحق الاقتناء الرولز رويس سبيكتر واللي تابعوني من تقريبا سنتين لما كنت في لندن وزرتهم هناك وكنا نتكلم في ذيك الفترة عن شكل سبيكتر والتكنولوجيا اللي بتكون موجودة في السيارة هذه وكنت فعلا متحمس للسيارة هذه خلونا ناخذكم اليوم عن رحلة السيارة مع الرولز رويس لك انك تتخيل عزيزي المشاهد انه في الالف وتسعمية السيد رولز وثق في احدى المجلات في ذيك الفترة ان السيارة الكهربائية هي الافضل ما فيه ازعاج ونظيفة وما فيه روائح كريهة وما فيه اهتزازات وكان الكلام هذا قبل اربع سنوات من اللقاء المهم اللي صار بين رولز وبين رويس واللي اسسوا فيها شركة رولز رويس وبعد مية سنة تحققت هالنظرة المستقبلية وبالتحديد في سبتمبر في الالفين وواحد وعشرين صرحت الرولز رويس انها بدأت فعليا اختبار سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل وبعد سنة تقريبا من هال اعلان او في اكتوبر الفين وثنان وعشرين كشفت الرولز رويس عن سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل السبكتر واللي ابهرت العالم وكيد انا اول واحد فيهم والاشخاص اللي تابعوني قبل الاطلاق الرسمي لما كنت في لندن وزرتهم هناك وكنا نتكلم عن توقعاتنا للرولز رويس السبكتر اللي بتكون سيارة كوبه ولك انك تتخيل عزيزي المشاهد ان الرولز رويس اختبرت سياراتها للسبكتر تقريبا مسافة اثنين ونص مليون في اماكن ثلجية في اماكن حارة في اماكن فيها اسفلت في اماكن ما فيها اسفلت علشان يقولون اننا نحننا بنطلع سيارة فعلا نخلي اللي يمتلكها ان يورثها لعيالة ولو بتحسبها حسب سواقة او متوسط سواقة الناس اللي ملكون الرولز رويس فهي كأنك بتشتري السيارة هذه وبتستخدمها اربعمية سنة علشان تقطع فيها اثنين ونص مليون كيلومتر واكيد بعد هذا الاعلان وهذه الخطوة المهمة في حياة او في تاريخ الرولز رويس واللي كان لهم نظرة قبل مئة سنة واكثر من مئة سنة ان الرولز رويس حالاتها او السيارة حالاتها نتكون هادية ونحن نتكلم عن الرولز رويس اللي هي قمة الهدو فنقدر نقول ان هما قالوا في الالفين وثلاثين رح نوقف استخدام المحركات ذات الاحتراق الداخلي يمكن هالشي ممكن ان يزعل بعض الاشخاص وممكن الاشخاص اللي بياخذون الرولز رويس يمكن تفكيرهم غالبا بيكون في الفخامة والهدو ونقدر نقول ان الرولز رويس سبكتر تعتبر اليوم افخم سيارة كوبي بابين على مستوى العالم تعتبر احدث سيارة من سيارات الرولز رويس وفيها اخر التكنولوجيا اللي ممكن انك تتوقعها لدرجة ان السيارة هذه فيها شبكة رهيبة من التكنولوجيا والانظمة والاجهزة اللي تتواصل مع بعض علشان توفر لك الراحة والفخامة اللي ما رح تلاقيها في اي سيارة ثانية منافسة طبعا اذا كان فيه اصلا منافسين لان الرولز رويس تعتبر نفسها جوهرة او ايقونة ولا تقارن نفسها في اي سيارة ثانية ومن اللي ما يعرف البساط السحري اللي عرفناه مع الرولز رويس والاشخاص اللي شافوا تجربتي سواء كانت للدون او الريث واللي فعلا تعطيك احساس انك فعلا قاعد تطير ما قاعد تمشي على سيارة تمشي على الاسفلت او على الارض وبالرغم ان السيارة كهربائية الا انك تلقى المساحات الداخلية فعلا رحبة وشرحة سواء كانت في الكراسي الامامية او حتى في الكراسي الخلفية فنقدر نقول سيارة الكترك او سيارة كهربائية ولكن الشيء هذا ما اثر على ابعاد السيارة بالعكس رح نشوف انها ارحب من الاجيال او الجيل السابق اللي رح نتكلم عنه بعد شوي هل هي بديلة الريث او بديلة سيارة ثانية او حتى الوزن اللي بيكم البطاريات الشيء هذا ما اثر على احساس السيارة راحة السيارة رحابة السيارة قوة السيارة او حتى جودة السيارة واكيد من اكثر الاشياء اللي تميز الاسبكتر اللي هي الابواب اللي تفتح عكس اللي الناس متعودة عليه وطبعا الشيء الجديد انها اضافت لك واجهة بنفس الوقت حتى الابواب الداخلية رح يكون فيها الاضاءة اللي تعودنا نشوفها في صقف الرولز رويس واكيد العشاق الفخامة اللي يحبون الخشب والخشب المميز اللي يجي على حسب ذوقك ممكن انك تبدل الاضاءة اللي بتكون في الابواب بارقة انواع الخشب اللي ممكن انك تاخذها او تختارها في حياتك فلسفة رولز رويس ان كل السيارة تكون ما تشبه وحده ثانية يمكن يتشاركون شيء واحد اللي هو الفخامة والاصالة اللي تلقاها من الرولز رويس لذلك دائما نشوف الرولز رويس تكون مصممة حسب الشيء اللي انت تحتاجه والجميل في الموضوع انه صار عندنا في الشرق الاوسط او بالتحديد في دبي مركز من تقريبا من ثلاثة او اربع مراكز على مستوى العالم اللي فيها كل الاشياء اللي انت تبغاها او اللي تفكر فيها ويجلس معك مصمم او مصممة ويختارون لك كل المواد ويحطون الافكار اللي تخطر في بالك او حتى يمكن اللي ما تخطر في بالك في السيارة المستقبلية اللي انت تتمنها او حتى لو انك تبي تهديها لشخص يكون عزيز عليك مثل الوالد او حتى الوالدة وطبعا اكيد سياسة رولز رويس انها تقول احنا ما احنا سيارة عادية احنا نعتبر قطعة ثمينة كل شخص غني او ثري يفكر انه يقتري هالقطعة ثمينة ويضمها مع باقي الاشياء الثمينة اللي يمتلكها في حياته واللي اكيد رح يورثها للاجيال القادمين اذا نتكلم على هندسة الرولز رويس احنا نتكلم عن الجيل الثالث من الجيل الجديد طبعا اللي بدأ في الالفين وثلاثة مع الفانتوم اللي كانت الجيل الاول ثم الجيل الثاني او الفيرجن 2 او 2.0 اللي سمونا الاركتكتر of luxury واللي شفنا فيه القوست واكيد جيبهم الكولينان وحنا الان في الجيل الثالث او 3.0 اللي مبنية عليه الرولز رويس سبكتر واللي اكيد يستخدم سيارات الرولز رويس علشان يقولولك احنا حطين في باننا ان هالاركتكتر او هال الشاسي اللي موجود احنا مسوينا على اساس انه ياخذ في المستقبل سيارات كهربائية واكيد مثل ما تتوقع رح يكون الشاسي وكل شي موجود في السيارة هذه رح يكون اكيد من الانمنيوم ومو الانمنيوم عادي الانمنيوم اللي بجودة الاشياء اللي تصنع في الفضاء هالشاسي يقدر انه يساعد السيارة مثل ما اتكلمت في تجربتي او حلقاتي في الرولز رويس الدون والريف لا تعتمد على انه كل الاربع زوايا اللي موجودة في السيارة تكون منفصلة تماما عن الكورنرات او الزوايا الاخرى وبنفس الوقت مسوية شي يمكن ما تشوفها في اي سيارة ثانية انه في نظام تعليق لنظام التعليق عشان يمنع اي اهتزازات موجودة في الطريق اللي انت بتمشي فيه عشان تعطيك ارقى انواع الراحة او باختصار او اللي تختصر الرولز رويس اللي هو البساط السحري واكيد الشاسي اللي موجود في السبكتر الجديدة بيكون اقوى من الشاسي السابق تقريبا 30% وحطوا البطاريات موجودة في وسط الشاسي فنقدر نقول ان البطاريات صارت في الوسط بين ركاب السيارة او بين ارضية السيارة اللي يكونون الركاب موجودين فيها وبين ارضية الطريق او الاسفلت هالشي سوى عزل رهيب او باختصار سوى لك مواد عازلة ب700 كيلو تخيل وكمية الهدوء الخرافي اللي بتلقاه في السيارة هذي احنا تعودنا في سيارات الروليز رويس انك ما تسمع الـ 12 سيندر فما بالك ان السيارة هذي كهربائية بالكامل وعندك تحت الارضية عزل 700 كيلو يعزل الاسوات اللي تجيك من الارضية واذا بنتكلم عن المحركات فحنا نتكلم عن محركين واحد في الامام واحد في الخلف طبعا الامامة بيكون تقريبا 190 كيلو وات او تقريبا 365 نيوتن متر بينما الخلفي بيكون اقوى لاننا تعودين ان الروليز رويس هي في الاساس دفع خلفي ولكن الاسبكتر بتكون دفع رباعي بحكم المحرك الامامي والخلفي الخلفي بيكون 360 كيلو وات او تقريبا 710 نيوتن متر فمجموعة الثنين تقريبا حوالي 430 كيلو وات او محرك الاحتراق الداخلي ال 12 سيندر وتقريبا 900 نيوتن متر من العزم طبعا تسارع السيارة من الصفر الى المياه تقريبا في 4.5 ثواني وبشحنة وحدة تقدر توصلك تقريبا الى 530 كيلو متر لما نتكلم عن الروليز رويس هما حسب دراستهم شايفين ان متوسط ملاك الروليز رويس عندهم ما لا يقل عن 7 سيارات فمتوقعين انك في السنة تقريبا مرة تتعدى الـ 5100 كيلو متر هالشي ذكرنا في اختبارهم اللي اخذوا فيها 2.5 مليون كيلو متر فلو بتمشي كل سنة 5100 كيلو متر فمعنات انه يبارك 400 سنة علشان تجرب سيارتك مثل ما جربتها الروليز رويس في اقصى او اصعب اماكن ممكن انك تتوقعها واللي بيسأل عن الشحن اذا كان عندك شاحن سريع خلنا نقول 195 كيلو وات فتقدر تشحن من العشرة الى 80 في المية في 4 في 35 دقيقة الشيء جيد خصوصا لما نتكلم عن عشاق او ملاك الروليز رويس غالبا هما بيكونون في بيوت او حتى في مناطق غريفية بتكون المشاوية فيها بتكون قليلة ولكن للشخص اللي مثلا خلنا نقول مستعجل ممكن شحن 10 دقائق ممكن انه يمشيك 100 كيلو بيكون 102 كيلو وات والرولز رويس لما اشتغلت على البطاريات هذه كان في بالهم المحافظة على البيئة بشكل كبير واختبر هالبطاريات ونفس الوقت سيارتهم في اماكن جدا صعبة نتكلم على ناقص 40 درجة تحت الصفر او اكثر من 50 درجة مئوية علشان يتأكدون ان البطاريات هذه جاهزة وسيارتهم هذه جاهزة الاسبكتر في اي اجواء سواء كانت تحت الصفر او 50 درجة مئوية مثل الاجوال الموجودة عندنا في الخليج ومن الشغلات اللي اضافتها لنا السيارات الكهربائية انك تقدر تتحكم في امكانية البريك او هل تبغى السيارة لما ترفع رجلك اعزكم الله من البنزين هل السيارة تبغىها توقف او تبدأ تهدي او انك لا انت اللي تبغى ترفع رجلك وتبدأ تدوس البريك الرولز رويس حطولك زر مكتوب عليه البي من البريك اكيد وتقدر تختار اذا تبغى السيارة انها هي تمسك لما ترفع رجلك او انك تبغاها تكون لا اللي ممكن نسميه في سيارات الاحتراق الداخلي اللي هو الكوستينغ او البحار ترفع رجلك من البنزين السيارة تكمل في انسيابية كأنك قاعد تبحر في البحار ومثل ما قلت قبل شوي ان السيارة عبارة عن شبكة معقدة جدا من الاجهزة الالكترونية اللي تتواصل مع بعض فالسيارة لما تمشي في الطريق المستقيم تحاول انها تعطيك اقصى درجات الراحة لكن لما تلف في اي لفة واي كورنر تبدأ الانظمة هذه تحاول تدرس الطريق وتشغل الفورستيرينغ وتحاول بنفس الوقت انها تعطي راحة وبنفس الوقت ثبات في الطريق طبعا الامور هذه اكيد انك ما راح تحس فيها ولكن هذه الانظمة تشتغل بدون ما انك تنتبه فيها لما نتجرب السيارات الثانية راح تعرف الفرق بين انك تركب في رولز رويس او انك تركب في سيارة كون تقليدية او فخمة ثانية وبما ان الرولز رويس اكيد انها تتوجه للجيل الجديد والشاب اللي هما يحبون التطبيقات تقدر انك الان تنزل تطبيق الرولز رويس وتقدر انك تتحكم في سيارتك الاسبكتر من اي مكان من موبايلك بالاضافة الى شاشة السيارة او طبعون السيارة اللي صار الكتروني وتقدر تختار اللون اللي ناسبك حسب داخلية السيارة اذا بنجي نتكلم عن الابواب العملاقة والضخمة فباختصار طول الباب متر ونص الباب خرافي وكبير وفيه كمية فخامة لا يمكن انك تتخيلها اكيد والجميل في الموضوع انه من الانمانيوم فنقدر نقول ان السيارة هذه هي بديلة الرولز رويس الفانتوم الكوبي وليس بديلة الريض فبنشوف حجم السيارة فعلا كبير نشوف ابواب جدا كبيرة وعملاقة ولكنها كهربائية في نفس الوقت لما تجي تفتح الباب السيارة فيها مستشعرات لو كان فيه خطر راح تنبهك انك ما تفتح الباب ولكن اذا صارت الامور تمام تقدر تفتح الباب بضغطة زر وتنزل من سيارتك وتستمتع في الأجواء الجميلة اللي انت نازل منها من سيارتك للسبكتر ولما تجي ترجع بضغطة زر تقدر انك تفتح الباب او انك تقفل الباب طبعا الشغرة الجديدة الاخرى اللي اضافتها انه ما يحتاج اذا انت كنت راكب داخل السيارة ما يحتاج انك تضغط زر او انك تسحب الباب بمجرد انك تمسك البريك فرح تتقفل الأبواب اوتوماتيكيا اذا بنتكلم عن تصميم السيارة الخارجي فنقدر نقول ان كل الزوايا سواء من الامام او من الخلف او من جوانب السيارة او حتى من الكورنرات الخلفية واللي اتكلمت عنها في حلقة الريث هم يعطونك ايحاء انك راكب يخت فبتشوف كأن السيارة هذي كانها راكبة فيه او قاعد تمشي داخل ماء فبتشوف فيه فصلة بسيطة في بدء السيارة بتشوف الزاوية الخلفية فعلا كأنك فيه قارب او كأنك فيه يخت فخم هالشي يكمل التصميم ويكمل الاحساس اللي ممكن انك تاخذه في سيارة الرويز رويس الاسبكتر حتى واجهة السيارة او الشبك الامامي يعتبر من اكبر الاشياء اللي ركبتها روليز رويس في سياراتها او في تاريخ الروليز رويس واضافه لها تقريبا 22 اضاءة LED تنور من داخل علشان يعطيك الاحساس الفخم لما تشوف السيارة هذه من بعيد سواء السيارة هذه جاية وانت واقف او جاية من الخلف وتشوفها في مرايتك اللي في الوسط حتى الشعار اللي قدام السيارة اللي يسمون الاسبيرت of ecstasy استغلوا عليه في التصميم 850 ساعة بحيث انه يكون انزل شوي وانسيابي ويحقق الدراك كوفيشنت اللي بيكون رهيب على سيارة ضخمة تتكلم على سيارة ضخمة وعملاقة وكبيرة ولكن الدراك كوفيشنت حقها تقريبا 0.25 هالشي يوفر في الطاقة يعطيك انسيابية اكثر يعطيك مسافة اطول واكيد يمنع الاهتزازات ويمنع الاصوات اللي ما تحتاج او ما ترغب انك تسمعها من خارج السيارة فنقدر نقول ان هذه السيارة الرولز رويس سبكتر هي تقريبا اكثر سيارة رولز رويس انسيابية في تاريخها حتى الاضالة المامية اللي كانت مفصولة واللي ذكرنا في الرولز رويس فانتوم الكوبي اخذوا نفس الديزاين اللهم او نفس التصميم اللهم انها بتكون عصرية ومتطورة اكثر اما بالنسبة للرضاة الخلفية حاولوا انها يكون لونها موحد ما يكون احمر او اصفر او اي لون ثاني يكون لون موحد بحيث انها ما يأثر على تصميم السيارة الخارجي او الالوان اللي ممكن انك تختارها لسيارتك سواء كانت لون واحد او الوان متعددة حتى ان الاسبكتر هي السيارة الاولى الكوبي اللي ركبوا عليها ذنقات او جنوط بحجم 23 علشان تعطيك او تكمل جمالية شكل السيارة اللي بتكون كبيرة وعملاقة واللي تملى العين وتملى المكان اللي بتروح فيه اما اذا دخلت داخل السبكتر رح تشوف عالم جديد من الرحابة ومن الفخامة ومن الاف الساعات اللي اشتغلوا عليها ارقى انواع المصممين اللي في العالم لكنك تتخيل ان هما اشتغلوا تقريبا اكثر من عشرة الاف ساعة على الاضاءة اللي موجودة في طبلون السيارة بتشوف عندك ابواب فيها اضاءة بتشوف عندك سقف في اضاءة بتشوف عندك طبلون يكون في اضاءة ولكنها اضاءات مدروسة بعناية فنقدر نقول ان الاسبكتر هي اللي غيرت تاريخ الرولز رويس او اللي حققت امنية عراب الرولز رويس بعد مئة سنة فنقدر نقول ان هذه فعلا سيارة رولز رويس ولكنها تعتبر سيارة كهربائية اما بعض الحقائق والارقام اللي تهم الاشخاص اللي يهتمون في التفاصيل فنقدر نقول ان السيارة هاي تعتبر اربع كراسي اربع ركاب ولكن بابين يفتحون بالعكس طول السيارة تقريبا خمسة متار ونص العرض بدون المرايا اكثر من المترين ولو تفتح المرايا بتكون تقريبا مترين ومية واربع واربعين مليمتر ارتفاع السيارة متر وخمسمية وثلاثة وسبعين مليمتر وقاعدة العجلات بين المحور الامامي والمحور الخلفي راح نشوف ان فيه ثلاثة متار وميتين وعشرة مليمتر وهذا يعطيك مساحة داخلية جميلة جدا الوزن احنا نتكلم على رولز رويس ونتكلم على كل شيء موجود في السيارة هذي هو يعتبر اصلي فنتكلم على وزن بيكون جدا عالي نتكلم على 2890 كيلو او 584 احصان 900 نيوتن متر التصارع من 0 الى 100 في 4.5 ثواني ولكن مو مهم السرعة من 0 الى 100 بقدر ما يهمك تجربتك القيادة هالسيارة عدد المحركات هو اكيد بيكونون محركين وبيكون عندك طبعا غير واحد فما راح يكون فيه تبديل ونتمشي في السيارة هذي محركين امامية وخلفية ورح نشوف البطاريات 102 كيلوات وتمشيك ممكن 530 كيلو متر طبعا الشحن اذا كان عندك شاحن سريع فتقدر تشحن من 10 الى 80 في المية مع شاحن 195 كيلوات في 34 دقيقة لكن لو كان عندك شاحن 50 كيلوات فتشحن من 10 الى 80 في المية في 95 دقيقة اما في الشاحن العادي الى 22 كيلوات فتقدر تشحن من الصفر الى 100 في 5 ساعات ونص تقريبا اتمنى انكم استمتعتوا معاي اليوم في اولى حلقات الموسم الثاني من غربان في رمضان وانا فعليا استمتعت شخصيا في تجربتي وفي قراءتي عن الرولز رويس السبكتر واللي كنت متحمس لها اكثر سيارة كهربائية كنت متحمس لها تقريبا من الالفين وواحد وعشرين والحمد لله حيننا الان في الالفين واربع وعشرين نتكلم عن السيارة هذه وباذن الله قريبا رح تكون ضيفتنا في برنامج يوسف شو يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله غدا مع سيارة جديدة ومان الله